بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من كرم الله جل وعلا ونعمه على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اختار لها صيام شهر رمضان والصيام نعمة كبرى من الله جل وعلا كتبها على الأمم وأنزلها في الكتب السابقة ولكن الله جل وعلا اختار لهذه الأمة شهر رمضان والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم ذكر جل وعلا شأن هذه الأمة فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله جل وعلا كتب الصيام على الأمم السابقة وجعلها شرعا له في الرسالات التي أنزلها على أنبيائه ورسله ولكنه ميز هذه الأمة بأن جعل صومها هو في شهر رمضان الصوم الواجب وشرع لها الصيام في أوقات متعددة صيام تطوع ونافلة والله جل وعلا نبه على أن الصوم نعمة يستفيد منها الإنسان فقال لعلكم تتقون فصوم تنبيه للنفس وتربية لها على التقوى فبالصيام ينتبه الإنسان إلى ما يجب عليه نحو ربه من الوقوف عند حدوده والاتزام بشريعته والتقيد بأمره ونهيه وعدم تجاوز ما وضعه الله تعالى له وشرع من الواجبات والمحرمات لأن الإنسان بالصوم ينتبه إلى ضعفه وإلى حاجته وإلى أنه مطلوب منه أن يحاسب نفسه وجعل الله تعالى الصوم الواجب على هذه الأمة شهرا كاملا هو شهر رمضان وجعله هو الركن الرابع من أركان الإسلام والصيام لهذا الشهر زياه عظيمة فهو مدة متتالية طويلة ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما ويجتمل على حبس النفس عن مجتهياتها المألوفة من الأكل ومن الشرب ومن شهوة المعاشرة مع النساء وكل هذا لأجل أن ينتبه الإنسان إلى مدى قوته وضعفه وأنه محتاج فيكبح ذلك جماحه وينبهه إلى حاجته وضعفه وهذا يدعوه إلى أن ينتبه إلى من حوله ممن لا يجدون مثل ما يجدوا في حال سرائه وفي حال فطره كالفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجة فينتبه لهم ويراعي أحوالهم ويشكر ربه على ما أنعم به عليه فيوسع عليهم بما فضل من طعامه وشرابه وماله ونحو ذلك والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فيا الإنسان بهذا ينتبه لهذا المقصد مع أن هذا الشهر يشتمل على كنوز عظيمة بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الإنسان طيلة أحد عشر شهرا يقع منه أخطاء كثيرة من تقصير في واجب أو جرأة على أمر محرم فإذا أنه مضت عليه هذه الأيام جاءه هذا الشهر يكون فرصة لأجل أن يمسح الله تعالى عنه هذه الذنوب لكن لا بد أن يكون صومه إيمانا واحتسابا ومعنى إيمانا واحتسابا أي أنه يصوم هذا الشهر تصديقا بوعد الله وطلبا لمرضات الله ويتحمل ما يناله من مشقة الجوع والعطش والتعب في الصبر على ما قدره الله تعالى عليه فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما قدره الله وحينئذ هو يعمل هذا العمل لأنه يرجو ثواب الله على ما فعل من الصيام لا أنه يصوم على أنها عادات اجتماعية أو أنها مسايرة لألبيئة التي تحيط به أو لأن هذا الأمر يحصل فيه على الثناء من عند الناس ونحو ذلك فهذا لا يسمى إيمانا ولا احتسابا وإنما يسمى مباهاتا ورياءا ومفاخرة فالإنسان إذا صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الشهر شرع الله تعالى قيامه وقد قامه نبينا صلى الله عليه وسلم وبيّن أن صيام هذا الشهر ركم من أركان الإسلام وقيامه تطوع ونافلة يتسابق فيها المتسابقون ويتبارى فيها أحل الطاعة وقيام ليالي رمضان يجتمل على فضائل ونعم من الله تعالى بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني إذا قمت تصلي مع الإمام صلاة الترويح حتى انتهى من صلاته وانصرفت وتوقفت الصلاة للترويح في هذا المسجد أو مع هذا الإمام الذي هو إمام المسجد فإنه يكتب لك قيام ليلة ولو لم تقم معه إلا مدة نصف ساعة ونحوها وهذا منحة من الله تبارك وتعالى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الكنز العظيم فالإنسان الذي يقوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه كلها وهذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر هي تعادل تعادل ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر الله جل وعلا أخبر عنها في كتابه بسورة كاملة في قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة خير من ألف شهر خير من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر قليل من الناس الذي يعمر ثلاث وثمانين سنة فإذا أنها مرت عليك هذه الليلة في سنواتك التي مضت وأنت تعمرها بالطاعات والخيرات فإن كل واحدة من هذه الليالي في السنة ليلة تعتبرك ثلاث وثمانين سنة كم يكون عمرك في العبادة احسبها وتأكد من أن الجزاء مضمون وحينئذ هي ليلة قد تصل إلى اثنى عشر ساعة أو تقل أو تزيد قليلا لكنها هي خير من ألف شهر من أذان المغرب إلى طلوع الفجر هذا هو وقتها في تلك الليلة وهي في العشر الأواخر من رمضان كما أخبر عليه عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره آكد والإنسان يتحرها في العشر كلها ليحصل على هذا الكنز الثمين الذي ادخره الله تبارك وتعالى لعباده بهذا الجهد اليسير الذي يبذل فيه الإنسان شيئا يسيرا وهو أن يقوم هذه الليلة ويحصل هذه الفضيلة من قام تلك الليلة مع الإمام حتى ينصرف إذا صليت مع الإمام الفريضة والتراويحة وانتهى الإمام من الصلاة وتفرق الناس فأنت قد قمت هذه الليلة كاملة ولو لم يكن قيامك إلا مقدار ساعة أو نحوها وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجة المسألة الثالثة التي تبين فضل هذا الشهر ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا دخل رمضان فتحت أبواب جنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين متفق عليه هذه المزايا لهذا الشهر وهو أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل الشياطين وتربط هذا ينبهنا على أن الإنسان لا يفرط في هذا الخير إلا وهو من المحرومين كيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرص الخير ومجالات العمل الصالحي مهيئة وميسرة فالذين يذون الإنسان وهم الشياطين قد سلسلوا وضعف نفوذهم ونشاطهم فنشاطهم في إذاء بن آدم قد ضعف بقي دورك أنت يا ابن آدم بأن تقوم بواجبك في المسابقة والمسارعة إلى عمل الصالحات فتسلك أبواب الخير كلها من صلاة وقيام وقراءة قرآن وصدقة وتعليم علم وأمر من معروف ونهيا عن المنكر وإحسان للآخرين وغير ذلك من أبواب الخير وسبل الطاعة والإحسان إلى نفسك وإلى غيرك لأن أبواب الجنة قد فتحت لمن يرغب دخولها وأبواب النار قد أغلقت فتعسر دخولها فما عليك أيها الإنسان إلا أن تسارع إلى الأبواب المفتوحة وإذا لم تسارع فأنت بخيل على نفسك ومحروم لا تريد لها الخير ولا تريد أن تبر بنفسك هذا الشهر هو شهر العتق من النار لله تعالى عتقاء من النار وذلك كل ليلة وفي كل ليلة يزين الله تعالى جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصير إليك فالإنسان يحرص على أن يدعو ربه بالعتق من النار ونسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له معروف علينا والمؤمنين والمؤمنات نسأل الله تعالى أن يعتقنا من النار فالإنسان يحرص على أن يستغل هذه الفرصة ليحصل على هذا المغنم من عند ربه جل وعلا ومن الأمور التي تشرع في هذا الشهر العمرة فيه فإن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر بهذا عليه الصلاة والسلام ومما ينبغي للإنسان في هذا الشهر أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وهو القائل جل وعلا ادعوني أستجب لكم ومدار الدعاء في استقبال شهر رمضان على ثلاثة محاور الأمر الأول أن يدعو ربه جل وعلا أن يبلغه رمضان وقد كان السلف رحمهم الله يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم رمضان فإنهم يدعون الله تعالى أن يوفقهم فيه لصالح الأعمال فإذا عملوا وانتهى فإنهم يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم رمضان هذه المحاور الثلاثة ينبغي أن يشغل الإنسان بها نفسه دائما طول عمره فيدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يبلغه فإذا وصل وتبلغ كحالنا في هذه الأيام ينتهز الإنسان الفرصة لأن يجتهد بالعمل الصالح ويتخير من الأعمال أفضلها وأجلها ولا يضيع عمره ووقته في فضول الأمور فضلا عن أن يضيعها في أمر لا فائدة فيه أو ما فيه محرم فإن فعل ذلك فإن هذا من الحرمان وهذا من الخسارة ونعوذ بالله من حالها وأهلها وإذا اجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة فإنه لا بد له أن يدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه وإنما يتقبل الله من المتقين والإنسان في أموره كلها لا بد له أن يراقب أعماله وتصرفاته بالتوبة النصوح بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها وأن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت تتعلق بالمخلوقين فيوصل لهم حقوقهم ولا يجحد منها شيئا أو يخضمهم شيئا من حقوقهم المعنوية أو المادية وهذا من الأمور المهمة في حياة كل إنسان ثم إن الإنسان عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلا وهو الكريم وهو الجواد وهو الغفور الودود الرحيم الذي يحب الإحسان إلى عباده ويحب منهم أن يتوددوا إليه وقد قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيجتهد العبد في أن يدعو ربه ويوقن بالإجابة ويحسن الظن بالله جل وعلا وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي رواه البخاري فيظن الإنسان بربه خيرا ويكون عند حسن ظن ربه جل وعلا من الأمور المهمة في صيام رمضان استشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على الصيام فلا يظن الإنسان أن الصوم هو أن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإنما عليه أن يستشعر أن كل عمل يعمله فإنه يجزى عليه كما نبه إلى هذا المولى جل وعلا في الحديث القدسي عندما قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي رواه الأخاري فالإنسان يكون في هذه الحال يوقن بأنه عندما يحبس نفسه عن الأكل أو عن الشرب أو عن الجماع ونحو ذلك أنه يعبد الله وأنه يريد الأجر من الله لا أنه ضرف اجتماعي طرأ عليه حبسه عن هذه الشهوات ويتحين الفرصة لانتهائها ليعود إليها وإنما يكون يشعر بأنه ترك الأكل والشرب والشهوات لأجل أن يحصل على الأجر من الله وهو بهذا يعبد الله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى لا أن هذا الأمر هو مجرد حبس عن النفس عن مشتهياتها فقط وإنما هي قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا من الأمور المهمة أيضا في الصيام استحضار أهمية الاجتهاد في الطاعات والإكثار منها فيجتهد الإنسان في الصلاة يجتهد في تلاوة القرآن يجتهد في ذكر الله بأنواع الذكر والمحامد لله تبارك وتعالى وكذلك قيامه للليل وتفطيره للصائم ودفعه للزكاة وصدقة التطوع وغير ذلك من الأعمال الحسنة وأعمال البر التي تصل للآخرين أو تقتصر على صاحبها وذلك في الشهر كله ويتأكد ذلك ويزداد في العشر الأواخر حيث كان رسولنا عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليلة وأي قضى أهله رواه البخاري فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان وجبريل عليه السلام كان ينزل ويدارسه القرآن كل ليلة وإذا دخلت العشر الأواخر وإذا دخلت العشر الأواخر تفرغ للعبادة فكان يحيي ليلة ويشد مئزره ويوقظ أهله ليستفيدوا من هذه الفرصة السانحة وهذا أمر يجب أن ننتبه له حتى لا تفوتنا فرص الخير فيجتهد الإنسان في العشر الأواخر أكثر من غيرها مع أنه مطلوب منه اجتهاد من أول ليلة من رمضان لكن تلك ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أن يحفظ جوارحه ولسانه من اللغو ومن الرفث وأن يستحضر خطورة ذلك فيهدرك خطر اطلاق اللسان بمهب ودب أو تعد جوارحه إلى غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد فليقول إني صائم وجاء في حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري فالإنسان يستشعر عندما يكون في هذا الشهر الكريم خطورة الزمن الذي هو فيه وأن كل لحظة من الإنسان يجب أن تفرغ في الخير ولا يصدر منه أي تصرف يكون عليه منه مأخذ أو صدر منه تقصير إما بكلمة نابية أو غيبة أو لغو أو سب أو شتم أو شهادة زور أو غنى أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا تليق بالإنسان المؤمن المطوب منه أن يحفظ لسانه كذلك جوارحه لا تمتد جوارحه بضرب لغيره أو إذاء بأي نوع من أنواع الأذية من يد أو رجل أو غيرها فتكون جوارحه مصونة ومحفوظة عن أن يقع في شيء من الخطر وبهذا ينبغي الإنسان أن يتعود على حسن الخلق ورمضان مدرسة لتربية الإنسان على حسن الخلق فيتربى على الأخلاق النبوية التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يربي عليها أصحابه فينشأ الإنسان ويتعود في هذا الشهر على الأدب والاحترام في لفظه ولحظه في تصرفاته وحركاته وفي سكناته وأقواله وسكوته كل ذلك يكون مبنيا على حسن الخلق ويكون الإنسان في هذه الأمور وكلها يشعر بالتسامح والعفو عن الناس وإحسان الظن بالناس لا أن يكون يسيء كل تصرف يصدر من الآخرين ويحمله محمل السوء وقد قال الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فيتربى الإنسان في مدرسة رمضان على العفو والتسامح والصفح وحسن الظن بالناس في تصرفاتهم وأعمالهم وهذا يدعوه إلى أن يخطط تخطيطاً جيداً له في استثمار وقته ساعاته ودقائقه وثوانيه بأن تشغل بكل ما هو نافع وانفيد ولهذا ينبغي للإنسان قبل رمضان أن يضع له برنامجاً متكاملاً لا يجعل فيه لنفسه فرصة لتضييع لحظة منه ويعقد العزم على أن يعمل كل ما يمكنه من الأعمال الصالحة وأن يتوقف نهائياً إلى الأبد عن كل عمل سيء وتصرف لا يكتسب منه ثواباً وأجراً من عند الله وينوي أن يكون هذا بقية حياته وليس مؤقتاً وبهذا يكون الإنسان قد حصل على خير كثير وأجر جزيل من عندي مولاه جل وعلا ومن الأمور المهمة في هذا الأمر ما يتعلق بصيام رمضان هو معرفة أحكامه وكل ما يتعلق بهذا الشهر الفضيل من مفطرات ومن مكرهات ومن أعمال تجرح الصيام أو تخل به لأن كثير من الناس قد يجهل بعض المسائل ويظن أنها لا تفطر فيدرك أنه قد أفطر وصام وصيامه كان مجرد جوع وعطش وإرهاق وتعب وهو انتهك حرمة الشهر وأخلى بصيامه بسبب جهله فقبل دخول شهر رمضان يجب على كل إنسان أن يعرف أحكام الصيام وأن يعرف ما يحل وما يحرم وما هي المفطرات وما هي مقاصد الصيام ويتربى على هذا ويدخل على بصيرة لأن لا يقع في شيء من الخلل أو أن يضيع شيئا مما كان يظن أنه سيحصله من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها استحباب تعجيل الفطر في رمضان وتأخير السحور والاعتكاف والاعتكاف يكون خاصة يتأكد في العشر الأواخر ويجوز في أي وقت من رمضان أو غيره لكن يحرص الإنسان المسلم على أن يبادر بالفطر عند تأكده من غروب الشمس واستكمال غياب قرص الشمس كاملا فيفطر وإذا أنه طلع الفجر فلا يجوز له أن يتعاطى شيئا من المفطرات بجميع أنواعها وهذا هو معنى قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والمراد بالليل هو غروب الشمس بحيث يغيب قرص الشمس كاملا فإذا تأكد من غروبه فإنه يكون قد حل له الفطر ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم في هذا المجال خاصة في بداية الشهر هو تحر رؤية هلال شهر رمضان حيث يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال شهر شعبان تسعة بإكماله ثلاثين يوما فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين أفضل صام الناس وإذا أنه لم يرأ فإنهم يكونون مفطرين وإذا كملوا الثلاثين من شعبان صاموا رمضان ومثل هذا يقال أيضا في رمضان إذا أن الناس صاموا تسعة وعشرين يتحرون رؤية هلال شوال فإذا رأوا الهلال أفضروا وصار عيد وإن لم يرى الهلال فإنهم يكملون شهر رمضان ثلاثين يوما وهذا مستقب قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفضروا لرؤيته فإن غوبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما رواه البخاري كما أنه ينهى عن صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فصادف صيام آخر يوم 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 الثلاثين أو التاسع والعشرين يوم خميس أو اثنين فلا حرج لمن عادته الصيام أن يصوم هذه الأيام أو كان إنسان عليه قضاء من رمضان الماضي فإنه يقضي هذه الأيام ولو كانت قبل رمضان بيوم أو يومين هذه جملة مبسطة لأن يجتهد الإنسان فيها ويستقبل بها هذا الشهر الكريم ويتهيأ نفسيا لأجل أن يفوز بهذا الخير العظيم نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام وأن يجعلنا وجميع المسلمين ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا وممن يدرك قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدين وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفثنة وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر